السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتي وقناتكم سناء بيوتي كانتمنى تكونوا على خير وطلقاكم هذا الفيديو وجميع فيديوهاتي بصحة جيدة كيف كتعرفوا قناة سناء بيوتي ليست فقط للوصفات الطبيعية وإنما كذلك للمعلومات القيمة والاستفادة واليوم هذه نهدروا على واحد الموضوع اللي هو جد مهم في حياتنا اللي هو الرياضة كلكم كتعرفوا بأن الرياضة مهمة جدا لصحة الجسم ديالنا وأنا سبق لي كان شفت واحد الوطائقي كانوا ديرين واحد المقارنة ما بين جوج ديال الرجال كبار في السن فوق السبعين أو لفوق الثمانين كبار في السن واحد كان كيزاول الرياضة فكان كيقوم بقاع الأعمال اليومية دياله والاعتيا دياله كمثلا يوجد مكلته بوحده وكيتحدري يلبس باطه بوحده وكيلعب مع الحفاية دياله مزيف ديالحويش كانوا يقدر يديرها تسيد لكيزاول الرياضة في حين أنه الرجل الكبير في السن اللي ما كانش كيزاول الرياضة ما كان كيقدر حتى شي حاجة من هاد الأنشطة العتيادية أو الأنشطة اليومية اللي كان ديره ما كانش كيقدر يديرها لرأسه وهذا كي يدل على أن الرياضة شي حاجة اللي مهمة جدا ما غديش نعرفه بقيمتها حتى نوصله لواحد السن اللي هي كبيرة ومشي بدرورة قاع نوصله سن كبيرة فاحنا دابا في هاد السن أكيد أنه كلنا كان سخفوه كلنا كان عيه وكلنا كي وقعوا فينا شي حويش لا حوله ولا قوة إلا ولا العليل العظيم ولكن الرياضة كتبقى شي حاجة اللي اللي يبغيمه زبوينا بزاف للصحة دي الجسم دينا اليوم ما غديش نهضر على فوائد الرياضة لصحة الجسم دينا وإنما غدينا نهضر على فوائد الرياضة للبشرة فوائد اللي غدي اصدمكم فعلا إلا تعرفتوا علي عنده فوائد كتير وكتير بزاف للبشرة كي بكتلكم وهي اللي غديت تعرفوا علي إن شاء الله في فيديو اليوم وكما العادة قبل ما نبدأ فيديو اليوم إلا كنتي أول مرة كتدخلي عندي وكتكتشفي قناتي وكتكني من العائلة دي الناشية حاجة اللي كتشرفني معليك إلا تصبطي لتحت أغطي تلقى يوحد زر أحمر المكتوبة فيه سبسكرايب صابوني أو لا اشتراك ضغط عليه وما تنزيج تفعلي خاصية الجرس باش يوصلك إشعار بجديد فيديوهاتي لايكات ما نوصحكم شعليهم ودبا نبدأ في فيديو دينا على بركة الله إذن كنت قلت لكم في فيديو اليوم غدي نهضروا على فوائد الرياضة للبشرة وأول فائدة غدي مدمعكم بها هي أن الرياضة تساهم بشكل كبير في التخلص من حب الشباب تساعد الرياضة والتمارين المنتظمة في تعزيز الدورة الدموية وبالتالي تغذية البشرة وزيادة تدفق الدم والأكسجين حيث يقول جراح التجميل والدكتور مورو سيروميتا أن الرياضة تساعد في تخليص البشرة من السمون بالإضافة إلى أن التعرق ينظف مسام الجلد مما يساهم في تخلص من حب الشباب وذلك لقدرة التعرق على تصحيح الاختلال الهرموني الذي يسبب الإصابة بحب الشباب للبالغين كما تساهم التمارين الرياضية في تخفيف التوتر وخفض مستوى هرمون الكورتزول في الدم وبالتالي التخلص من الزهم الذي يسبب انسداد المسام في البشرة كما أن العرق يخلص من الزيوت والمواد الكيميائية التي تتراكم في هذه المسامات مما يقلل من التهاب الجلد وحب الشباب تساهم كذلك الرياضة وبشكل كبير في التخلص من التجاعيد تساعد الرياضة على المحافظة على مستويات صحية من هرمون الكورتزول والذي يرتبط بالإجهاد المسبب للزهم في الجلد وتحلل الكولاجين في الجلد حيث يقول طبيب الأمراض الجلدية شيربر أن تحلل الكولاجين يسبب ظهور التجاعيد والتراهلات الجلدية ووفقا للطبيبة والفيزيائية إيمي ديكسون فإن التمارين الرياضية تدعم إنتاج الكولاجين والذي من خلاله يمكن المحافظة على نظارة ومرونة الجلد والبشرة للرياضة كذلك دور مهم في زيادة توهج حيوية البشرة وكذلك إزالة الخلايا الميتة من عليها تساعد الرياضة في توهج البشرة من خلال زيادة تدفق الدم المؤكسد وتغذية البشرة والحفاظ على حيويتها وذلك بسبب حمل الدم لمواد مغدية إلى الخلايا في جميع أنحاء الجسم بما في ذلك الجلد كما أن توفير الأكسجين يساعد في تدفق الدم الذي يخلص من بقايا الموجودة في جذور الخلايا حيث تساعد الرياضة في تطهير الجسم من الداخل ومن الخارج كذلك بإزالة الخلايا الميتة من عليها التخلص من المشاكل الجلدية المزمنة تساعد الرياضة في التخفيف من الأمراض ومشاكل الجلد المزمنة مثل الأكزيمة والصدفية حيث تقلل التمارين الرياضية من مستوى الكورتزول في الجلد ويمكن ممارسة الهرولة الطويلة كعلاج لهذه المشاكل كما تساعد الرياضة في زيادة الدورة الدموية وتوفير الأكسجين وزيادة إنتاج الكولاجين بالإضافة إلى تجديد خلايا البشرة هنا ستكون ثلاث فيديو اليوم كان فيديو خفيف دريف على فوائد الرياضة للبشرة اللي في صراحة ما نكتبش عليكم أنا بدوري تفاجأت بهذه الفوائد هذه خصوصا بالنسبة لحب شباب وكذلك في علاج بعض الأمراض الجلدية المزمنة كصدفية والأكزيمة فكيف شفتم آيان الرياضة مهمة جدا ليست فقط لصحة الجسم وكذلك لصحة البشرة فالنصيح الأخيرة اللي غازين أعطيكم واضبوا على ممارسة الرياضة إلا ما كانتش لصحة البشرة ديالكم فلصحة الجسم ديالكم وهذا مهم ومهم جدا كانت من الفيديو ديالي وما تكون لات الإعجاب ديالكم وتكونوا استفتوا معايا كم العادة هذا والمهم إلا كنتوا أول مرة كتكتشفوا قناتي وكتزوروها وكيعجبكم ولا يعجبكم محتواها وبتكونوا من العائلة ديالناش حاجة اللي كتشرفني وكتفرحني بزاف معليكم إلا تابونوا فلاشين بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو وما تنسوش كذلك أنكم تفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل الجديد مني وما تنسوش تدعمونا بلايك ديالكم شي حاجة اللي مهمة وشي حاجة اللي بغي ما كتشجعني وكتخليني كيف تلكم نزيد نبحث ونزيد نقلب ونجيب لكم دائما المفيد والمفيد كيف العادة طلعوا في ريوسكم كان بغيكم بزاف استمع عليكم